وفيما يتعلق بقطاع البناء أكد الرئيس سيسي أن اشتراطات البناء على مستويات مختلفة ليس هدفها الإدرار بالمواطن أو التضييق عليه واشدد على أهمية دور البرلمان في مساعدة الدولة فيما تفعله النقطة موجودة وعليها نقاش كتير وجدل دلوقتي ليه اشتراطات البناء دكتور مصطفى وانا بس عايز أقول الرابط بين الاثنين بيدي صورة للناس ليه احنا كدولة واخدين إجراءات قد تكون من وجهة نظرهم قاسي عليهم أو حتى حتخسرهم مش كده طيب انا بس بقول يعني لو انا حطي دي جنب أول صورة انت جبتها دكتور عاصم نرجع أول صورة بس خالص أول واحدة بس ايوه دي لا اللي بعدها ما فضلك او اللي قبلها لا لا الكتلة السكنية بعدها لو صحيح بعدها بعدها بس هنا طيب انا عايز أقول لكم على حاجة لو واحد عنده حتي تطارد فاطئة هنا انا بقول لكل المصطين اللي بيسمعوني دلوقتي انا خليه ابني تاني انا بس عايز انتو تقولوا بحكم مش حول شغل هندسة ولا حاجة بمنطقة عادي جدا لو حدي فينا حيثة ارض فاطئة اقدر اخلي ابني ولا حقول جات عليا حقول جات عليا مش كده دكتور صحيح من يعني ده اللي حقوله اشمعنا انا طب لو جيت قلت له طب ماشي ممكن اخليك تطلع دورين يقول لي طب اشمعنا انا ما فيه اللي جنب يطلع عشرة دوار اشمعنا انا لو احنا تفكرنا دايما عن احنا اشمعنا انا يبقى عمرنا ما حنغير اشمعنا اشمعنا اعنى استرلاً